طيب دكتور دعنا نتكلم بالفعل عن فكرة الإرادة الإرادة يعني هل امتلاك صعب؟ هل هي شيء لابد من أن واحد يدرس يأخذ دورات يعمل حتى يمتلك هذه الإرادة؟ أم هي موجودة لكن نحن لا نعرف مواطنة ومكمنة؟ راقب أفكارك جميل لأنها تصبح كلمات راقب كلماتك كثيرا لأنها تصبح أفعال جميل جميل راقب أفعالك التي تمارسها يوميا طيب لأنها تصبح عادة لك آه هي هذه المشكلة راقب عاداتك لأنها تصبح مسيرك تصبح مصير مصيرك ومسارك أيضا ومسارك كمان نعم وحياتك نعم ستعرف بها سواء إيجابيا أو سلبيا إذن هذه خمسة مفاتيح في غاية الأحمية مرة تانية عيدة دكتور راقب أفكارك هذه الأفكار نراقب إذا هيا مجموعة من العادات نعم راقب أفكارك جميل نعم في العلم السلوك يقول له باراديم مجموعة من العادات الموجودة هي تأتي من الأفكار نعم نعم راقبها كثيرا ليش؟ لأن الإنسان الذي يفكر في حاجة يتحدث بها صحيح يتكلم بها صحيح مية بالمية راقب كلامك كثيرا ثم راقب كلامك نعم لماذا؟ لأن كلما إنسان يتحدث نعم يفعل صحيح مية بالمية نعم إذا راقب أفكارك أعطيك نثال تفضل بس أول شي راقب أفكارك ثم راقب كلامك نعم لأنها تصبح كلامك راقب كلامك كثير لأنها تصبح أفعالك راقب أفعالك كلها ليش؟ لأن هذه الأفعال تصبح عادة هذه عادة طيبة أو غير طيبة جيدة أو غير جيدة جميل راقب عاداتك لأنها تصبح مصيرك شخص يفكر على سبيل المثال في المصروف ما عنده مصروف يفكر تفكير نحن في تنمية البشرية نقول إنسان يؤلف 24 ساعة 50 ألف كلمة خاطرة في عقله اللواعي في عقله الداخلي 80 منها بالمئة سلبية و20 منها إيجابية إنسان يفكر في المصروف ما وجد طريق إذن يفكر لا سمح الله في سرقة يفكر هو ينسق يتكلم مع صديق له يالتعال نروح على سلاس المارس هذه الظاهرة الخطيرة الحديث بعد ذلك يخرجون رقم ثلاثة يخرجون معا يمارسون فعل والله ما شافوا هنا شرطة يلا نمارس مرة أخرى العثور على الفلوس بطريقة سهلة جدا طيب نمارس كل يوم كل يوم فعل 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 يصبح عادة هذا الإنسان أصبه صارق حرامي أيوه مصيره سرقة في النهاية في النهاية في النهاية صار مسارها خلاص هنا سيكون مكان وسيكي يعني العلاد يبدأ من اللحظة الأولى من مراقبة الأفكار يا سلام إذن الأفكار هذه هي التي تسيطر علينا هذه الأفكار نحن من نخلقها طبعا أنا أتفق مع الناس الذين يقولون هناك تأثير لجينيات نعم لكن البيئة الخارجية كمان بتأثير على سبيل المثال طفل يولد في البيئة العربية مثلا ثم ننقل هذا الطفل إلى الصين خلاص صار صيني صيني يتحدث ترجمة نانسي قنقر